السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشراكم نتمنى تكونوا كامل بخير وفيتصحة جيدة يا رب مرحبا بكم على قناة مطبخ صومة وصفة جديدة اليوم ان شاء الله احنا نشارك معكم طبق طاجين جبن التونسي طريقة رائعة يجي بزف ابنين ويجي كما راكم تشوفوا مشرب ما يجيش ناشف يجي هاي يلبزاف يصلح بزف كطبق رائسي لشهر رمضان المبارك ما نطورش عليكم نحن نخليكم على المقادر والطريقة لكن قبل هذا ما تنسوش اذا عجبتكم وصفتي لنهار اليوم من الضغط على الاعجاب وتخليوا لي رأيكم في التعليقات ونمروا مباشرة طريقة التحضير والمقادر بإذن الله نقولوا بسم الله اول شي في التنجرة حضيت زجم غرف تعزيت ومغرف كبيرة تعسما خليهم يسخنوا جيدا ومن بعد نضيف حبة تعالى بصالة تكون كبيرة مع سنة تعتوم ايضا مرحيين النسبة لمرقة بايدامل احسن تكتروا يعني البصال شوفوا بصلة تكون كبيرة ارحيوها وقليو بها باش يجي لمرقة تعكم زاكي من بعد راح نضيف له هنا نصف صدر منها دجاج اذا كانت العيلة تعاك كبيرة ضيفي صدر دجاج كامل اذا كانت العيلة صغيرة ضيفي نصف صدر راح تكفيك ان شاء الله ضفت هنا ملعقة صغيرة من الملح هنا ما تكتروش الملح لانه نحتاج المرق يكون ناشف يعني قليل راح تنشف المرقة تعاكم باش ميجيكم شمالح طبعا ضفت رشة من الفلفل الاسود ورشة من الكزبرة والكروية مخلطين مع بعضهم وايضا رشة من الكركم هذو هما التوابل اللي نحتاجهم في هاد الطبق راح نحاول انقلي جيدا هاد المقادير حتى تتقلالي البصل ويتقلالي ايضا الدجاج في نفس الوقت سنقعد ويقف على التنجرة تعيب باش هكا ما يتحرقش معانا البصل ويعطينا مرارة ويعني المرق طعنا راح يخسر بعد هنا يا اه ما نكون نقلي في حوالي هيكا كعشرين دقيقة حتى يتقلالي جيدا يعني البنة راهي في اه التقليات اه تنجرة تعكم ولا تعد طبق تعكم مرة على مرة فقط نضيف قطرات من الماء هيكا باش ماتحقش معانا البصل ونقعدو كما قلت واقفين على التنجرة حتى يدب معانا هداك البصل ويتقلى جيدا الدجاج انتعنا من بعد اللحظة لما الدجاج يعني تقلالي جيدا وهداك البصل راهو داب في هاد المرحلة راح نمرق التنجرة بالماء طبعا لازم يكون سخون طبعا نمرق حتى يتغطى الدجاج شوفوا اللون اللي تحصلت عليه من خلال التوابل والتقليات الجيدة للطبق انتعنا هنا راح نغطيه ونخليه يطيب بعد ما ينشف تماما هاد الكمية اللي يعني يتحصل عليها تع المارق راح نحتفظ بها للنهاية والدجاج راح نحيه ونخليه يبرد ونرحيه بالروبوت تماما نجي والان تحضير طبق تاجين الجبن اول شي هاد الدجاج بعد ما برد ورحيته في الروبوت اقدروا ايضا تفتوه اذا حبيتي يعني تفتوه فقط وايضا عندي كمية من البطاطا اللي كنت قطعتها مكعبات وقليتها في الزيت عادي نضيف ايضا كمية من الجبن المبشور معدنوس هنا كتروا معدنوس لانه هاد الطبق يحب بزافل معدنوس عندي زوج مغارف من الخبز اليابس المرحي وايضا عندي قطع من الجبن الابياد هنا ايام قطع الى مربعات نزيد معاهم نسب ملعقة من خاميرات الحلويات اللي راح تعطيه خفة للطبق انتعنا وميجيش تقيل وهندي المرق اللي كنت يعني سفيتو اللي قد لكم نحتفضو به باش ان شاء الله راح نضيفوه الباقي المكونات انتعنا وسر بن الطاجين اجبن راهي في هاد هاد لاصوس اللي راح ننضيفوه ان شاء الله مع المقادير يعطيها بننا وايضا ما يخليش الطاجين داعكم يجي ناشف راح نحط كمية ونخلط بالعقل هنا راح نحط حوالي نصف كاز من المارق بهاد الطريقة طبعا الفورت يعي راني سخنتو على مية وثمانين دراجة نخلي الفورن يسخن جيدا الوقت اللي راني نحضر فيه تاجين اجبن هنا عندي خمسة حبات بيت ضفت لهم رشة من الفلفل اسود ورشة من الملح نخلطهم جيدا ونضيفهم الباقي المقادير هنا بالنسبة للبيت كل كمية واش تحتاج اذا كانت كمية البطاطا والدجاج كبيرة راح تحتاج لكم كمية بيت اكتر المهم انتو ما كتضيفوا البيت دي لازم الخليط تعكم يجي هكلا مطلوق يعني جاري ما يجيش ناشف نجيب المول تع الفرن اللي كنت ادهنتو بشوية تع الزبدة ونضيف لها الخليط شوفوا القوامد على الخليط لازم يكون هكلا لبنات جاري يعني متحاولوش نديروه ناشف بش يجي يعني الطبق تعكم ناجح نحاول نسويه بطريقة هذي بالملعقة بهذا الشكل من بعد راح نرش عليه الجبن مبشور من فوق بعد طريقة راح ندخلو للفرن ان شاء الله يتكغاته يعني يحمار من تحت ونشعلوه من فوق حتى ياخد لون ذهبي ونخرجوه واوليك الطبق انتعنا بعد ما يخرج من الفرن مبساطا نخليه يبرد امليح باش نقطعوه ونقدموه ان شاء الله لنراه سخونة نخليه يبرد نقطعوه ونشوفوه في طبق التقديم ان شاء الله على العموم نيكغاته كامل من الاحسن لما تخرجوه من الفرن تخليوهم يبردوه من بعد تقطعوهم بعد ما قطعت طاجي النجبن هذا هو الشكل انتعو يجي ما شاء الله يجي تحفى يجي ايضا مشي ناشف لاح تكفش العصرة تعالى الاصاص هذيك تخرج منه يجي ما شاء الله يعني بدون ما تحتاجوا ما رقمعه الاصاص تاكلوه يعني ما يجيكمش كامل ناشف ويجي خفيفة روعة هذا الطريقة تجيب الزفة بنينا نصحكم تشربوها واذا عجبتكم ما تنسوش الضغط على الاعجاب وتخليوه ليرايكم في التعليقات ولماذا زالت ما تشتركتش تشترك وتفعل الجرس باش يصلها جديد القناة ان شاء الله انا نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة